سبب النفس هيقدر بقى يواكب هذه الزيادة في المخدرات والأنواع الجديدة القاسم المشترك لكل أنواع المخدرات إن الشخص اللي تعاطى غير متقبل للواقع بتاعه إحنا لو قدرنا نخلي الإنسان يتقبل الواقع بتاعه يقدر يعرف أو يقتنع إنه يقدر يعيش بدون الاعتماد على مادة مخدرة ده هيكون هو مفتاح لنا هو ده الفايصل هو ده الفايصل بصرف النظر عن إدماءه ده يعتماده على الترامدولا على الكحول على هيروين أو على أي حاجة من الحاجات التخليقية الجديدة للستروكس وغيره في النهاية الشخص ده أخذ المادة دي لأنه مش قادر يعيش حياته حياتك عايز تشتغل على حالة نفسية بتاعته وتكيفه مع وضعه ومع عمله مع درسته مع أسرته بالضبط يا فاند التفاهم العميق لأسباب اللي دفعت هذا الإنسان لتعاطي هذه المخدرات وحل المشكلة دي هو اللي حيمنعهم للانتكاس تاني يا فاند مش المشكلة أنت تخليه امتنع المخدرات أنا لو حبسته شهر في قوضة حيق جسمه خالي من المخدرات لكن هيخرج أول ما هيخرج بالضبط لو حياته زي ما هي نفس الإنسان دايما بنقول الجملة دي نفس الإنسان في نفس البيئة بنفس المنتل سات أو الحالة العقلية أو الأفكار هيجيب نفس السلوك هيعمل نفس السلوك هياخد نفس الحاجة يا ترى إيه أكتر الأمراض اللي بتشوفها في العياد يا دكتور وفعلا ممتشرة يعني تظل على رأس القائمة طبعا الترابات القلق يليها الاكتئاب النفسي الترابات القلق زي ما حضرك تعلم هي الأشيع إحنا الإحصائيات بتقول إن واحد من كل تلت أشخاص بلغين مر عليه أحد الترابات القلق مر واحدة في حياتهم تلت الناس تلت نسبتها بتفوكوا 30% في بعض الدراسات وفي أغلب دراسات 30% طبعا 30% دي نسبت بيرة جدا بينما الاكتئاب مثلا كمشكلة بتواجه مثلا 2% ل3% في أغلب الدراسات برضو في دراسات زي وديتها أغلب 4-5% بس تظل النسبة أقل الحاجتين دول بأنهم كتير كده بتحققوا فيهم نجاح في العلاج بالفعل الحمد لله رب العالمين في خلال أسابيع احنا نتكلم في 6 أسابيع بنقدر نخلي الحالة النفسية للإنسان تختلف تماما يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي يقدر ينام كويس يكون أهدى ما ينفعلش يقدر يتابع شغله يتابع كريره يتابع حياته النوم بالذات كان نقطة دي كواليتي كواليتيوف لايف يعني جودة النوم والحالة الزهنية والنفسية للإنسان بتفرق معاه في حياته كتير جدا بنقدر بإذن الله بس بنحتاج زي ما قلت لحضرتك بضع أسابيع إحنا ما عندناش الحاجة السحرية اللي تغير الإنسان في سنة طب ندي فكرة للناس بتستخدموا إيه يعني هل مثلا جلسات أدوية يعني نديهم فكرة برضو متاح تمام تمام يا فننا إحنا لما الفيشن بيشرفنا إحنا الأول خالص بنبدأ بتعرف عليه وبناخد التاريخ المرضي بتاعه وبنرصد الشكوى بتاعته ثم بنحط خطة علاج خطة العلاج بتقوم على ثلاث محاور أساسية واحد بنستعين زي ما قلت لحضرتك بالفحوصات والقياسات النفسية لتأكيد التشخيص ورسم خطة العلاج الخاصة به بنستعين بالأدوية ولكن ده بيكون لفترة وجيزة وما بيكونش هو الشق الأساسي في العلاج الشق الأساسي في العلاج هي الجلسات الساشنز الجلسات مرتين أسبوعيا على الأقل لفترة الست أسابيع اللي ذكرتهم لحضرتك دول اللي بيفرقوا كتير مع الإنسان لأن تعديل الأفكار وتعديل السلوك بيمثل 60-70% من التعافي لكن العلاج بيكون له دور مساعد عامل مساعد أنا بسميه بالبلدي بيقوله بيقوله دي سندة تسندك بس وممكن يستغنى عنه بعد الشفاء الكامل بدأت أسابيع أو شهور بيكون يستغنى عنها تماما بالفعل ويتردد عليك بعد كده بمعدل كل قد إيه لازم تطمن عليه لما بيستقر ويكون خلصنا الحمد لله ست أسالية دول وحالته استقردت بنيقدر نخلي الزيارة كل أسبوعين لفترة شهر أو شهرين وبعدين بتبقى الزيارة دي مرة كل شهر لحد ما بوصل في مرحلة معينة في خلال ستة شهور أو أقل بقوله شرفني وقت ما تحد والله بكر حسام الواحد حتى هو مع شعيان الحمد لله يعني بيحس إنه محتاج يشوفكم ويقعد معاكم ويتكلم معاكم لأنه يعني أنا عرف بره كل واحد عنده الشرينك اللي هو الأخصاء النفسي بتاعه وأنا شايف إن دوركم كلنا لازم نستعين بيكم نحن علينا ضغوط كلنا وعندنا أفكار وهواجس نحن نتكلم مع حد فاهم يزبط الأمور معايا شوي الحمد لله ده شرف لنا وإزاي ما حدك ذكرته هو ده مفهوم طبي الناس ووصلت له بره فعلا حتت إنه يا لازم كل إنسان حتى لو ما عندوش أعراض صريحة هيكون عنده طبيب النفسي الخاص بيه تتكلم مع حده بكلم على رؤساء الدول بكلم على رؤساء الصحف على رؤساء الشركات كل الناس بيحرصوا على لقاء طبيب النفسي الخاص بيه أهم حاجنته بقى أهم حاجنته وستنصروش